يا مهدي نصب الدمع عقيانا يا مهدي عساك اليوم تلقانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين يكثر في هذه الأيام اللغة حول قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجو السريف وصلوات الله وسلامه عليه والسبب في ذلك عدم وضوح الرؤية عند المسلمين في قضية الإمام صلى الله وسلامه عليه وأنا لا أريد في هذه العجالة أن أتناول الموضوع من ناحية النفي والإثبات كما يمكن أن يتوهم البعض أن هناك خلافا بين المسلمين في قضية المهدي صلى الله وسلامه عليه لأن الواقع هو إجماع المسلمين على قضية المهدي صلى الله عليه بل إنها من ضروريات الدين قضية المهدي هي من ضروريات الدين عند كل المسلمين ولذا لو كان هناك من أنكر قضية المهدي صلى الله عليه لعد قوله شاذا بين علماء المسلمين نعم اختلفوا في بعض التفاصيل التي ليس لهم دليل واضح عليها في أنه لم يولد وأنه من نسل الحسن صلى الله عليه لأن هناك روايات كثيرة حتى عند أبناء السنة أنه من نسل الحسين وأنه موجود صلى الله عليه ولكن ما يهمني في هذه العجالة أن أتناول البحث من الناحية الشيعية التي هي أصل البحث في هذا المجال فهناك الكثير أو لا أقول كثير يعني لا هناك البعض من الشيعة يحاول فعلا أن يستقرب قضية المهدي صلى الله عليه وسلامه عليه بأنه صار هذا الزمن زمن الظهور وأن الظهور صار قريبا وما شابه من هذا الكلام طبعا نحن لا بد أن نعرف أن قضية المهدي صلى الله عليه هو من القضايا التي أخفاها الله سبحانه وتعالى عن عباده وربما كما يفهم من بعض الروايات أن توقيت الخروج الشريف له صلى الله عليه أخفاه حتى على حججه صلى الله وسلامه عليه ولذا في بعض الروايات أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين الأوحد علي صلى الله وسلامه عليه فسأله عن الفرج وعن وقت الفرج فكان جواب أمير المؤمنين الذي هو مدينة العلم والذي هو باب مدينة العلم عفوا الذي هو باب مدينة العلم والذي أخذ علم رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا كان جواب أمير المؤمنين الأوحد صلى الله عليه قال له أنا لا أعدوك في هذا فأنا وأنت سيان هذا يعني أن مسألة التوقيت ليست مسألة عادية ليتمكن كل واحد مننا أن يقول هذا عصر الظهور وهذا عصر خروج الإمام سلام الله عليه ولذا في بعض الروايات عندما يأتي بعض الناس ليسأل الإمام الصادق صلى الله عليه عن مسألة التوقيت أن فلان يؤقت وقت الفرج فماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال عبارة جدا مهمة في مقام إبعاد هؤلاء الناس عن مجتمعاتنا قال له لا يهيبك أن تقول له أنت كذاب أنت كذاب أنت كذاب وكلمة لا يهيبك تدل على أنه من عادة الذين يؤقتون أنه يكون لهم شأن اجتماعي بين الناس أو شأن علمي بين الناس فتهابهم الناس تحترمهم الناس فالإمام عليه السلام يقول لنا إذا صادفتم أناسا هذه صفتهم يتحدثون عن التوقيت فكذبوهم ولا تأخذكم ولا تمنعكم هيبتهم فاسقطوا هيبتهم ومقامهم ولا تعتنوا بهم وقولوا لهم أنتم كذابون 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 فهذا أمر غيبي قضية التوقيت وقضية الظهور توقيت الظهور وأمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أو من أطلعه الله تعالى على ذلك وكل واحد يحاول أن يتحدث عن التوقيت وعن وقت الظهور إنما يدعي أنه يعلم الغيبة وأن له ارتباطا بالسماء مباشرة وهذا كذب واضح لا يمكن أن نؤمن به أو أن نسمعه من أحد ولذا لا بد أن نرتاح من هذه المناقشة لما في يوم من الأيام جاء أحد الكبار يريد أن ينصح الإمام الحسين صلى الله عليه وأذكر حسب ما أذكر الآن عبد الله بن عباس يمكن أو أحدهم لكن الأرجح أنه عبد الله بن عباس الأرجح فماذا يقول؟ يقول له يا أبا عبد الله انصرف عن العراق عن كربلاء واذهب إلى اليمن فإن لكم فيها شيعة لإمام صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال؟ قال يا ابن عباس إن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصالح المشركين في الحديبية إلا بأمر من الله وإن أبي أمير المؤمنين لم يجلس في بيته خمسا وعشرين عاما إلا بأمر من الله وإن أخي الحسن لم يصالح معاوية إلا بأمر من الله وإنني لست بخارج إلى كربلاء إلا بأمر من الله والشاهد هنا وإن ولد المهدي لا يخرج إلا بأمر من الله فإذن المسألة ترتبط عندما يأتي الأمر من الله تعالى للمولى صاحب الزمان صلوات الله عليه أن يخرج فعليه أن يخرج فالمسألة حينئذ ليست مرتبطة بهذه العوامل الموجودة التي نشخصها نحن من ناحية تحليلية لأن ظهوره وخروجه صلوات الله عليه أمر حتمي مرتبط بالقرار الإلهي والأمر الإلهي وليس مرتبطا بتحليلاتنا المبنية على الظن وعلى الرأي الذي لم يقم دليل واضح على حجيته وهنا اسمحوا لي أن أتناول المسألة أيضا من ناحية ثانية أن بعض المتمرجعين الذين يدعون العلم وأنهم على مكانة عالية من العلم وكل ما يطرحونه يدل على مقامهم الداني في الجهل الذي لم يصل إليه أحد للأسف يقول أن الظهور ما المراد من الظهور ليس هو كما تقولون أو كما يقول الشيعة والحمد لله هو يميز نفسه عن الشيعة لأنه خارج عن التشيئ الحمد لله رب العالمين وهو إنما يتكلم بلسان أعداء التشيئ ليس المراد من الظهور الظهور الذي نفهمه والظهور الذي يقول به الشيعة وإنما المراد من الظهور هناك يشير هناك في النشأ هناك أين هناك هناك يعني الإمام يقول لهم لا بد أن ترتقوا فتكونوا مؤهلين فتعالوا إلي فنحن نسأل أن الإمام هو المنتظر أو الإمام المنتظر المنتظر الذي ينتظره الناس أما المنتظر هو الذي ينتظر أن يأتي إليه الناس وكأن الظهور صلى ظهور الناس له صلوات الله عليه وليس ظهوره للناس أو وليس ظهوره للناس هذا تخرص وهذا لا دليل عليه كعادته لأن كل ما يقوله لا دليل عليه وإنما دليله هو بيني وبين الله فأي دليل هذا بيني وبين الله تقدمه للناس لتبين صحة ما عندك لذلك اعدل أنصحه أن يعدل عن هذا ليرجع إلى التشيع ليختم له بحسن العاقبة لأنه إذا بقي على هذه الطريقة سيختم له بسوء العاقبة كما هو واضح فلذلك مسألة الظهور شغلت بال الكثيرين في الحقيقة وكل واحد يريد أن يبين على أنه عالم وعلى أنه ذو شأن عظيم يحاول أن يتخرص في قضية المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجل الشريف ولذلك وظيفة الشيعة في هذه الأيام أن لا يلتفت إلى مثل هذه الأقوال الباطلة وأن يأخذوا ما عليه علماء الشيعة الأبرار أيدهم الله تعالى من القدماء رحمهم الله ومن الموجودين لأن قضية المهدي عندنا أيها الشيعة الأبرار هي من القضايا الثابتة التي لا يمكن أن نتركها لأنها هي أساس ديننا لأن الإيمان بقضية المهدي صلوات الله عليه هو الإيمان بالإمامة والإيمان بالنبوة وكل دعوة من هنا وهناك بأن فلان قد بعثه الإيمان إلينا وأن فلان هو نائب الإمام الخاص وأن الفلان هو الناطق الرسمي باسم الإمام وأن فلان سفير الإمام وأن فلان باب الإمام كل هؤلاء دجالون لا قيمة لهم وفتشوا وابحثوا فإنكم سوف تجدون أن هناك جهات خبيثة تريد أن تهدم مذهبنا مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم من أجل إبعادنا عن أصل الإيمان لأن التشكيك في قضية المهدي صلوات الله عليه يساوي التشكيك بكل أئمتنا وبالنبوة حتى يصل التشكيك إلى التوحيد لأن التوحيد الخالص النقي إنما هو عند أهل البيت صلوات الله عليهم والنبوة الحقيقية الخالصة إنما هي عند أهل البيت صلوات الله عليهم فالحملة التي نسمعها والتشكيكات إنما يراد منها أن يتحقق مشروع شيطاني كبير في مقام مشروع الإلهي الكبير الذي لا يتم إلا عند خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا أيضا ما أحببت أن أبينه وأن أقوله أخاطب به الشيعة الأبرار ليحفظوا دينهم ويبقوا منتظرين لخريج إمامهم وأن يتهيئوا بأن يكونوا تقوائيين وأن يعيشوا حالة التقوى في كل تحركاتهم ليكونوا مؤهلين بهذه الطريقة ليخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو معنى الانتظار في زمن الغيبة عجل الله تعالى فرج إمامنا وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين إن شاء الله بين يديه والحمد لله رب العالمين يا مهدي نصب الدم عقيانا يا مهدي عساك اليوم تلقانا